بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشخاص المرسلين سيدنا محمد دين وعليه وصحبه أجمعين معاكم باشماندس عبد الرحمن فرغالي وإن شاء الله مكملين مع بعض كورس الباور الالكترونيكس نهارده إن شاء الله نبدأ توبيك جديد من المين توبيك بتاعة الباور الالكترونيكس زي ما احنا بدأنا في بداية الكورس بتاعنا تكلمنا عن الريكتفاير وعرفنا الريكتفاير ده ككونفيجريشن بيبقى عندي سورس AC ومحتاج إن أنا أحصل على دي سي فممكن أحول الدي سي سواء باريابول أو كونستانت برضو عن طريق إن أنا أستخدم يا كونترول دريكتفاير يعان كونترول دريكتفاير بعد ما خلصنا الريكتفاير دخلنا على الـ AC Voltage Controller وقلنا الـ AC Voltage Controller ده كونفيجريشن الهدف منها إن أنا عندي سورس AC ده كونستانت وعاوز أحاوله لـ AC Variable خلاص التوبك الجديد هنبدأ نتكلم عنه اللي هو اللي تشوبرز اللي تشوبرز كسيركتس أو كونفيجريشن أنا عندي المصدر DC ومحتاج إن أنا أحوله لـ DC Variable ما ينساش طبعا إن إحنا عندنا الـ AC هنا كونستانت وعندنا الـ DC هنا كونستانت وعندنا الـ AC برضو لفي الأول كونستانت يعني دايماً المصدر المتاح هو مصدر ثابت وبعد كده حسب نوع الدايرة بشوف الخارج بتاعه أدار أخده إيه هلأ أقدر أخده كونستانت أخده variable حسب الـ خلاص طيب التشوبرز دي إيه أنواحها؟ هتلاقي إن إنت لما نيجي ندرس التشوبرز هتلاقي إن إحنا عندنا فيرست كوادرنت خلاص وعندنا تو كوادرنت وعندنا 4 كوادرنت يعني إيه دول يعني؟ يعني إيه كوادرنت أساساً؟ وجات منين وشفناها فين؟ الموضوع أساساً related to drives يعني إحنا برضو الـ Power Electronics لما بنيجي نستخدمها هو مين الـ Application بتاعي؟ أغلب الـ Application بتاعي الموتورز سواء DC موتورز أو AC موتورز في الـ Industry يعني فهتلاقي إن الـ Application دايما في الـ Power Electronics إن أنا عندي مطور فبالتالي إحنا تحت إيه؟ مسمة drive إن أنا بدا درايف إيه؟ مطور سواء DC أو AC واتفر يعني طب المطور لما بنيجي نشغله هو الـ Operation بتاعته ممكن تتم إزاي؟ هتلاقي إن إنت عندك فعلياً 4 كوادرنت جاية منين؟ والله لو كان عندي الموتور شغال Forward في Direction فالـ Volt بوستف مثلاً والطيار بوستف يبقى أنا عندي ده الـ V وده الـ I فأنا شغال Forward طبعاً أنا لو جيت عملت بريكينج بريكينج عيبدأ الكارن تيعكس اتجاهه يعني الفولت عيبدأ البوستف لكن الطيار يبقى نيجاتيف وساعتها أنا شغال هنا Forward بريكينج حاجة اللي بعد كده إن أنا عبدأ أعكس الفولت يعني الفولت يبقى نيجاتيف والطيار يبقى نيجاتيف فساعت أنا شغال Reverse Direction زي ما بنقوله كده أنا عندي DC موتور وعاوز أقلب الـ Direction بتاعه فكل اللي أنا بعمله إن أنا بروح على الـ Armature أو الفيل ده عكس البولاريتي بتاعت الـ Voltage طبعاً لما بتعكس البولاريتي ايه بتعكس الـ Current برضو برضو لو أنا عندي الموتور شغال في الـ Reverse وحبيت أعمله بريكينج فهتلاقي إنه الـ Voltage بقى زي ما هو نيجاتيف لكن الطيار بقى إيه بقى بوستف عندك يبقى أنا ده ده الفولت وده الكارات لو جيت بصت لهم هتلاقي إنه عندك دلوقتي إيه 4 Quadrant يعني أنا عندي الموتور بتاعي ممكن أشغله في أربعة موتز مختلفة يشغله Forward وهو شغال Forward أعمله بريكينج يشغله Reverse وهو شغال Reverse أعمله بريكينج ده مفهوم الـ Four Quadrant عشان الناس تبقى فاهمين إن شاء الله لما أتيجوا تاخدوا درايفز في سنة ربعة هتلاقي إن كل اللي إحنا أخدناه في الـ Power Electronics بيتكرر تاني وبتشوفوا فين؟ بتشوفوا فيه كورس الدرايفز تاخد الـ Rectifiers وعتاخد الـ Chopers وهتاخد الـ Inverters فيعتبر اللي إحنا بنعمله ده الـ Basics بالنسبة لك عشان تبقى العملات دي كلها سهلة إن إنت لو فاهم طبيعة الـ Operation وفاهم الـ Converter ده بيشتغل إزاي وإزاي بنغير، إزاي بنثبت، إزاي بنعمل الكلام ده هتبقى العملية سهلة جدا بالنسبة لك خلاص؟ يبقى أنا ممكن أشتغل كـ For Operation ممكن أشتغل Forward وممكن أعمل Forward Breaking أو أشتغل Reverse وأعمل Reverse A Breaking طب إحنا مش معنى جينا في الـ Chopers وركزنا على موضوع Four Quadrant خب بالك المفروض أن الـ Rectifiers برضو فيها Quadrant إزاي؟ وإنت الـ Rectifiers لما كنت بتشتغلها كان المفروض إن الـ Current دائمرا في اتجاه واحد لكن الـ Volt ممكن يبقى Postive أو Postive و Negative زي ما كنت بتاخد في الـ A في الـ Controlled Rectifier كان عندك فيه Cosin Phi Cosin Phi من 0.90 تديك Postive ومن 90 إلى 180 تديك Negative فهتلاقي إن إنت في الـ Rectifiers لو إحنا جينا كتبنا Rectifiers دلوقتي هنا لو أنا جيت اعتبرت إن الـ Four Quadrant أعبر عنهم بـ Volt و Current هتلاقي إن دائمًا اتجاه الطيار ثابت في الـ Rectifiers زي ما إحنا عارفين الـ Diodes أو الـ Rectifiers دائمًا بتمشي الـ Current في اتجاه واحد ما بتعكس اتجاه الـ Current فهتلاقي إن إنت عندك هو اللي ممكن يعكس اتجاهه الـ Volt إن الـ Volt ممكن ياخد Postive Voltage أو Negative Voltage حسب نوع Rectifier إنه شغل بيه وغالبًا في كل الـ Controlled Rectifier الـ Full Wave سواء Single Face Full Wave أو Three Face Full Wave هتلاقي إن إنت عندك فكرة الـ A الـ Two Quadrant إن إنت ممكن تاخد من الـ Rectifier واحد Two Quadrant طب إنت لو عاوز Two Quadrant تاني بتعمل إيه؟ بتستخدم Rectifier تاني بس العكس اللي هو الـ Volt معكوس يعني يعني إنت يكون عندك المطور بالشكل ده يبقى عندي Rectifier كده ده Rectifier وهنا الدخل AC مفيش مشكلة وعندك المطور اللي هو RLE والنحية التانية تعكس الـ Rectifier عشان يبقى إيه؟ لكنك عاكس الـ Rectifier ده بيديك بوستف بولاريتي وده بيديك نجدف بولاريتي في الـ Current يعني مرة التهارية يمشي في الاتجاه ده ومرة التهارية يمشي في الاتجاه ده فساعتها إنت ممكن هنا تستخدم إيه؟ Four Quadrant عن طريق 2A To Rectifier طيب ده بالنسبة للـ Rectifier بالنسبة للـ Chubbers هتلاقي إن الـ Chubbers ما بقدرش أعكس الجهد دايما الجهد الخارج بين الـ Chubbers و جهد بوستف مش تقدر تعمله تخليه نيجاتيف طيب إيه اللي بيحصل؟ اللي ممكن تقدر تعكسه هو الـ Current يبقى أنا في الـ Chubbers لو جينا إحنا تكلمنا دلوقتي على الـ Chubbers هتلاقي إن الـ Chubbers اللي أنا داسم برضو Volt و Current هتلاقي إن اللي بيعكس اتجاهه هو مين؟ الطيار دايما الـ Volt بوستف اللي إيه؟ لـ Only One Chubbers يعني إن دايرة تشوبر واحدة دايما الخارج بتاعها بوستف والطيار اللي ممكن أحكس اتجاهه طبعا أنا عاوز 4 Quadrant هتستخدم 2 Chubbers أو 4 Quadrant Chubbers اللي هو هنشوف الـ Chubbers لما يجي ندرسها دلوقتي شكلها عامل إزاي؟ أنا هستخدم 2 منها عشان أحقق 4 Quadrant زي ما عملنا في الـ Rectifier معلومة ممكن ما تكونش يعني مهمة جدا دلوقتي وإحنا بنشتغل في الكورس بتاعنا لأن دا Application بس لازم برضو تبقى فاهم التطبيق العملي اللي إحنا بنعمله لأن دا يفرق معاك جدا لفهم الدوائر يعني إنت لو مش فاهم الأساس اللي إنت بتاخد من خلاله أو على أساس الدوائر دي فهتقول أنا بدرس الكلام دا ليه؟ وده اللي بيخلي أغلب الناس مش مهتمة بالمحتوى فإحنا مقدر الإمكان المفروض إن إيه نفوكس على الـ Application عشان إنت بقى فاهم الكلام دا ممكن تشوفه فين الـ Application بتاع الـ Rectifier انت شفت وواقع بالنسبالك إن أنا عند المصدر AC وعند المطور محتاج DC وعاوز أغير الجهد فده Application مفوش مشكلة زي الـ Chubbers إن أنا عند المصدر DC ثابت وعاوز أغير الجهد عشان ليه أنا محتاج أغير الجهد عشان أنا عاوز أفري الـ Speed بتاعتي DC ماشين عتلاقي من ضمن الطرق إن إنت تغير جهد الـ Armature فعشان تغير جهد الـ Armature عن طريق دايرة التشوبر دايما يعني تلاقي داوائر الـ Chubbers موجودة لو كان المصدر DC الـ AC Voltage Controller موجود مع الـ Induction عشان Soft Starting زي ما قلنا المطور في الـ Induction هتلاقي إن إنت بتسحب current من 4 إلى 8 أضعاف الـ Rated Current فإنت محتاج إن إنت تعمل رايزنج للـ Voltage واحدة واحدة وبالتالي هتقدر تليمت الطيار في لحظة البداية وبعد مجرد ما توصل للـ Rated Voltage إنت كـ Soft Starting أو دايرة AC Voltage Controller مش محتاجها في حاجة يبقى هي الدائرة دي بنستخدمها لحظة الـ Starting فالـ Application مهم جدا في الإيه؟ في الشغل بتاعنا أو في الدوائر بتاعتنا عشان يبقى الموضوع واقعي يعني تبقى الدنيا واضحة بالنسبة لك أنت بتدرس الكلام دا ليه؟ تمام؟ طيب نحن في الفيديو دا احنا نعتبر بنيدي إنترو يعني أنا بدي إنترو بس كده بندردش فيها مع بعض وإن شاء الله من الفيديو الجاي نبدأ بقى نشوف الـ Analysis والـ Equations والحاجات اللي هي فيها بس إثبات وكلام من دا من الفيديو الجاي طيب عاوزين نقول ليه في الفيديو دا؟ عاوزين نشوف شكل الـ Configuration يعني إحنا نبدأ نشوف شكل دائرة التشوبر عامل إزاي التشغيل لحد ما بيتم إزاي الجهد بتاع اللي بيخرج عامل إزاي ونشوف الموضز اللي موجودة عندنا في الحاجة الأولانية دي الفيرست كوادرانت اللي نبدأ بيه ونبدأ من شاء الله من الفيديو الجاي نبدأ إيه؟ نركز على المطلوب أو اللي إنت مطالب تبقى فهمه عشان الامتحان وعشان الإثباتات والكلام دا تمام؟ لو جينا بدأنا إحنا نبدأ بي الفيرست كوادرانت تشوبر عشان نفهم الدنيا ماشي إزاي دا عبارة عن إيه؟ إن أنا عندي DC Sublizer ما إحنا قلنا constant ويبقى ما عندي switch طبعا خلاص إحنا بقينا خبراء السويتشات بعد الفيديو بتاع السويتش بتاعنا كلمنا فيه عن المصفت characteristics وقلنا مهم جدا إن إنت على الأقل بس تفهم إن إحنا الـ Power Transistors في الـ Power Electronics بقت بالنسبة لنا switchات سواء بقى أنت تبقى فهم current driven, voltage driven يبقى إحنا عملنا focus على الـ Diode, Syristor, MOSFET, IGBT كلام دا اللي إنت هتحتك فيه في كل دوائر البار الإلكترونيكس بكلنا نواح حقا وبعد كده السويتش بتاعي دا الـ Gate وده Source وده Drain عشان تبقى فهم برضو الـ Connection بحط الـ Diode بالشكل دا والخارج بالنسبة لي هو الموتور اللي هو R, L, E خلاص يبقى دا Volt supply وده Volt load وده E اولاً يزوز DMF بتاعت الـ DC motor وهنا عندي الـ R وهنا عندي الـ L بالنسبة لي وهنا الـ Diode اللي بيتم اللي بيتم ان انا دلوقتي السويتش اللي موجود دا بابدل اعمله ON وف حسب بقى الـ ON قد ايه وف قد ايه بابدل ااخد الخارج بتاعي زي ما نشوف دلوقتي طب واحد يقول لي هل انا بعمل ON وف التردد بتاع الـ ON وف اعمل ازاي؟ السؤال هنا انا بقى ON وف مثلا نص ثانية ونص ثانية ثانية وثانية انا بقى ON وف بناء على ايه؟ بص احنا لو انقون وف مثلا نص ثانية ونص ثانية على اعتبار ان الـ Duty Cycle اللي انا بديها 50% فمفيش مشكلة بس تعالى بص بقى ان انت لما تقون نص ثانية شكل الكارنت عامل ازاي؟ مهم جدا شكل الطيار في الدوار دي هو انا لو عندي مطور وعاوزة غزيه يفضل ان الطيار يكون Continuous Current Free Rebell معلوش Rebell فعشان اخلي الطيار معلوش Rebell انا معرفش الـ Internal Inductance اللي جوه المطور عامله ازاي؟ ممكن تكون صغيرة جدا فالطيار يبدل يقطع قاعدة تزني جامد وفي مشاكل فيها ده ما انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اعمل فيلتريشها للـ Current بعيدا عن الـ Passive Element عشان الكلام يبقى واضح انا عندي الـ L دلوقتي Internally Constant جوه المشين مش اقدر اغير فيها لكن انا ممكن العب في حاجة تانية تقدر تقصلي على ايه؟ على الطيار ان هو يبقى Filtered ايه هي اللي ممكن العب فيها الـ On ووفل على الـ Switch ما هو في الاخر الـ L موجودة Internally جوه المشين دي هي Omega L فانا عاقطع بكامعة On ووف بكامل اللي هي الـ Omega اللي هي 2xF اللي هتحسلي في ان انا اكني عليت الـ L وهي الـ L انا ما عليته انا كل اللي عليته الـ Omega اللي بتتضرف في الـ L فاكني الـ L هي عليت بس هي ما عليتش فعليا هي ثابتة ولكن تحكمي في الـ Switching Frequency او التقطيع بتاع الـ Switch ده سهل للعملية دي يبقى انا الـ L بتاعتي بتاعت المطورة على اعتبار ان هي Conistant دي الـ L مثلا بتاعتي DC هي Internally Conistant وقيمتها قليلة جدا ان الطيار يكون Continuous او بمعنى صح احنا بنسميه FreeRable كنه DC يعني فانا بقى اعمل ايه؟ باجي في الـ Switching على الـ VGS الـ On و Off بتاعه اعل التردد بتاع الـ On و Off ده بعيدا عن قدي ايه On و قدي ايه Off انا بكلم بعل التردد فلما عل التردد ايه اللي هيحصل المفروض ان انا الـ L دي ما بيجي اعبر عنها في الدايرة هي Omega L اللي هي 2 باي F في L فانا لو جيت في الـ F دي وعلتها اكني فعليا اعلت الـ XL بتاعتي اه فاكني ادارت افلتر الـ Current وادارت اخلي الماشين في الـ Operation والدنيا كويسة جدا فانا عمليا لما باجي اقطع ما بقطعش بحاجات بتقولي ثانية وثانيتين وعشر ثواني ونص ثانية لا انا بقطع بخمسة كيلو هرتز باثنين كيلو هرتز بارقام كبيرة جيه عشرة كيلو هرتز عشان يبقى التردد بتاعي Free Current وزا ما عارولك دلوقتي انت هتكتنع معايا في الـ On و Off زا ما نشوف دلوقتي يبقى انا عندي لو انا جيت حبيت ارسم دلوقتي ان انا لو ده عندي Volt Sublay ده VS بتاعي سابت مع الـ Time انا عاجي على الـ Switch على الـ VGS خليني افترت دلوقتي ان انا شغال نص ونص ثانية اللي كنا بنقول عليه ان انا بدي نص On مثلا ونص Off نص On ونص Off انا كده شغال ديوتي سايكل 50% السايكل بتاعتي مثلا 2 seconds فعندي One Second On وعندي One Second Off ايه اللي بيحصل؟ ان انت اول لو جيت تبص على الـ Canent بتاعك الـ IL بتاعك اول ما بتعمل On عبد اشحن وبعد كده Off هتلاقي ان الطيار نزق لـ Zero مستني الشحنة الجديدة ليه؟ لان انت استنيت وقت كبير جدا مع بال ايه؟ تبدأ Switching تاني فطبعا ده مشكلة دي مشكلة كبيرة طب انا لما يجي بقى ايه؟ اعلي Switching بتاعي تخيل بقى ان انت في الثانية دي بقى دل ما تدي بلتسايا عملت كده اهو برضو 50% بس الـ Time بتاعي بتاعي التقطيع بقى كام؟ بقى اعلى مثلا 1 على 10 مثلا عندي 1 على 10 seconds فهتلاقي ان انت اول ما شحنت جيت تفرق جيت بلتسايا جديدة شحنت جيت تفرق جيت بلتسايا جديدة شحنت وكذا وكل معالي كل ما اطار ايه مش عيلحق يستنى ينزل هو عيلاقي نفسه ايه؟ على طول On Off On Off ورا بعد يبقى انا بحقق الـ 50% او الـ 40% ديوتي سايكل حسب القيمة اللي انا عاوزها وفي نفس الوقت بقى ايه؟ بحسن شكل الـ Current بالنسبة لي فمهم جدا تحسين شكل الـ Current عن طريق ان احنا بدال ما انا مش قادر اتحكم في الـ L اللي هي الـ Passive Elemental حسب الـ Application انت مش هتقدر تغير قيمة الـ L لكن تقدر تغير قيمة الـ Switching Frequency عشان تحسن شكل الـ L بالنسبة لك طيب تعالا نشوف بقى انا لما اجي اعمل On Off شكل اللود او الفولت اللي على اللود عامل ازاي؟ يعني الخارج بتاع الـ V-Load عامل ازاي؟ والله احنا هنمشي واحدة واحدة انا لما اقفل السويتش ايه اللي هيحصل؟ الدايرة بتاعتي هتبقى بالشكل الاتي هيبقى عندي ده DC الـ VS واقفل السويتش والضايد كده وفي الاخر عندي الـ RLE اللي هيحصل ان الطيار هل عيمشي في الضايد؟ لا لان الضايد دلوقتي يـ Reverse فالطيار عيمشي في اللود فساعتها الـ Upload على الـ VL و الـ VS يبقى انا على ان انا عندي والله في اللحظة اللي انا شغلت فيها السويتش هياخد الـ VS طب لما افتح السويتش هنلاقي ان انت ما تفتح السويتش هيبقى Open هيبقى عندك الدايرة Open كده بالشكل ده ويبقى عندك RLE هتلاقي ان مفيش الـ Diad هو اللي هيبقى Operate هنا فهتلاقي ان انت عنده Short Circuit لحد الـ New Cycle ونرجع نريبيت الكلام ده مرة تانية خلاص كمان شوية هناخد Moods فممكن ما يبقاش Zero ممكن يكون كويمة تانية بلاش نسبة الاحداث بس انا بقولك في طبيعة في الـ Normal طول ما فيه طيار بيمر في الدايرة هتلاقي ان انت اول ما السويتش يكون Close انت وااخد على الـ Load الـ VS اول ما السويتش يكون Open ففيه طيار بيمر يعني ايه طيار بيمر يعني الـ Diad موجود الـ Diad موجود وجيت قلتلك الـ Volt ايه ما هو الـ Diad موجود يعني اكله سلكة الـ Diad مش موجود ده حاجة تانية يعني الـ Diad لو مفيش طيار بيمر عيبقى Open ساعتها ايه لا يحصل في الـ V بتاع الـ Load عيبقى Volt الـ E لكن طول ما فيه current بيمر والـ Diad بيoperate انت ساعتها الـ V بتاع الـ Load هو Zero والـ Volt بتاع الـ Diad والـ Diad اكله سلكة فهيبقى Short Circuit طب مفيش طيار بيمر والـ Diad Open في الحالة بتاعتنا تعالها نشوف ان الـ Diad Open مش شغال الدايرة Open والـ Diad اكله مش موجود وجيت قلتلك Volt Load ايه؟ ولا هتقوللي Volt Load هي الـ E اللي موجودة على اعتبار ان فيه قيمة للـ E هنا في اللحظة دي يبقى احنا عندنا كم حالة احنا بنتكلم في حالة ان الـ Switch Closed انت بالنسبةلك واخد Voltage Supply السويتش Open انا عندي حالتين لو الـ Diad فيه الـ L قاعدة تفرج ودي في الحالة بتاعتنا ان الـ Tire Continuous يعني عمره ما ينزل لـ Zero فطول ما الطيار عمره ما ينزل لـ Zero يعني الـ Diad شغال يبقى Volt Load هو ايه؟ Volt apply على الـ Diad اللي هو 0 لان الـ Diad بيبقى Short Surrect طب لا انا عندي الطيار discontinuous نزل لـ Zero لا الطيار نزل لـ Zero بقى الـ Diad Open يبقى انا ساعتها Volt البطارية هو الـ Volt بتاع اللود بتاعي دي حالة احنا عندرسها وعدشوفها بس انا برضو بقولها لك من دلوقتي احنا زينا بناقول احنا بنادي intro للكورس بتاعنا في الجزئية بتاع تلت شوبرز بنقول كل الحالات وايه الحاجات اللي انت ممكن تقبلها وحلولها ايه وايه وموقفها ايه؟ ايه دنيتها يعني حلو جدا يبقى احنا دلوقتي شفنا الدايرة بتاعتنا عاملة ازاي بتتكون من ايه؟ وشفنا الحالات بتاعت التشغيل بتاعنا فاضل ان احنا نستنتج بقى Volt Load ده ايه علاقته بVolt Subloid انا عاوز استنتجه عاوز اعرف كمته ولا اعتبر مثلا ان انا الTIME اللي انا شغال الDay انا نسميه K من الSample Time اللي هو T والSample كلها T يبقى الكده دي الDuty Cycle من الPeriod بتاعتي اللي هي الTS بتاعتي اللي انا بسويتش عليها وبناء عليها عكامل انت ممكن تكامل الArea Under Curve او ان انت تكامل التكامل بتاعك الطبيعي تقول ان الفولت بتاع اللود واحد على T كتوتل من سفر الكيتي لمين الفولت الS DT خلاص لما تيجي تكامل التكامل ده الDT هتبقى ايه؟ طيب يبقى الVL بتساوي واحد على T من سفر الكيتي لVS في T لما تيجي تعوض يبقى الVL بتساوي واحد على T في VS في كيتي الT تروح مع T بقى الVL بتساوي K في VS وهو المصلوب اثباته يبقى الDuty Cycle دايما هي اللي متحكمة قد A on هي المتحكمة في الخرج بتاعك يعني انت قد A on اللي خلته واحد من عشر يبقى انا باخد واحد من عشر على الVS خلته عشرين في المية يعني اتنين من عشر اتاخد اتنين من عشر خلته تسعين في المية اتاخد تسعين خلته تسع وتسعين اتاخد تسع وتسعين بس لو ركست هتلاقي ان دايما قيمة الVLOAD هي قيمة مالها اقل من الVS لان الماكسموم بتاع الDuty Cycle واحد لان انت اول ما توصل الDuty Cycle واحد مش هيبقى فيه سويتشينج فمش منطق انت دايما ايه دايما الكيه بتاعتك هتبقى ايه من زيرو مثلا ل999 دايما فيه رقم كده هفوة بتخلىها سفر عشان تفرق ما بين الOn والOff بالنسبة لك عاملة ازاي ف 999 دي بوينت فيه بوينت هنا رقم اقل من الواحد يبقى الVLOAD دايما اقل من الVS ودي الرول اللي بتحكم كل دواير اللي تشوبرز محدش هنا يجي يقولي انا بطلع فولت اكبر فيه دواير تانية بتعمل كده البوست كونفيرتر الباكبوست التشوك الزيتا السبك فيه دواير احنا هندرس منهم مثلا داريتين ولا حاجة دول بيديك جهد اعلى من فولت الصبضاي لكن مش في دواير اللي تشوبر يعني ولا الفرست كوادرنت تشوبر ولا التو كوادرنت ولا الفور كوادرنت هيدوك فولت اعلى من فولت الصبضاي عشان نبقى ايه؟ بتدنبقى على نور محدش يلغبط الدنيا او الدنيا تخش معاها مثلا لما نيجي ناخد دواير بعد كده لا مفيش دايرة من دواير اللي تشوبرز هتديك جهد اعلى من جهد الصبضاي حلو جدا بعد ما خلاص فهمنا وفهمنا القانون وفهمنا التشغيل بتاعه احنا عندنا كام مود في الفرست كوادرنت قال لكم احنا عندنا سري مود المود اللي احنا هنبدأ نتكلم عليها ان شاء الله في الفيديوهين الجايين اول حاجة عندي الكونتينيوس مود وده خاص بمين؟ ده خاص بالكارنت بالنسبة لي لان الكارنت بتاعي كونتينيوس عمرهم ببينزل للزيرو والكلام ده انا محققه عن طريق ايه؟ ان انا معال السويتشين جامت مضبط الدائرة يعني ده مود موجود وطبيعته ايه؟ موجودة طيب المود التاني كريتيكالي كوندكشن يعني ايه كريتيكالي؟ يعني الطيار في لحظة ما نزل لسفر اه يعني انت ممكن ينزل الطيار لزيرو اه ممكن ينزل لزيرو لو انت مش مضبط الدائرة مع السويتشينج فريقونس اللي موجود فالطيار ممكن ينزل لحظة لسفر ويرجع تاني فبنسمي اللحظة دي ايه؟ كريتيكالي كوندكشن الال بتاعتي موجودة زي الفول وانت جيت حطيت الاف مثلا مش رقم عالي جدا زي ما احنا شفنا من شوية حطيته مثلا مية بدل ما تحطه الف فهتلاقي ان انت عند المية لو خليت الديتو سايكل مثلا 20% انت عتنزل لحظة لسفر وترجع تاني فبنسمي اللحظة دي كريتيكالي كوندكشن مود ان الطيار نزل لحظة لايه؟ للزيرو دي عنشوف اثباتها وانزاي نطلحها حسب المسألة اللي عتجيبها لك الدكتور ازاي تطلع ده بمنتهى البساطة ان شاء الله يبقى الموضوع بسيط جدا واحنا بنتكلم عالانالسيز الموضوع بسيط تالت حاجة عندنا الديسكنتينيز بقى كوندكشن مود لا ده انا لا مفر تردد بتاع السويتشن بتاعي واتي وديتو سايكل بتاعتي ياخدها بايزة فالطيار بينزل لحظة لزيرو زي ما شفنا في الحالة دي واحنا بنتكلم بنزل لزيرو واستنى الان الجديد عشان اوبريت ده ممكن يحصل اه وارد ممكن يحصل ما انت مش مراعي اللي احنا قلنا عليه فوارد بقى تشوف كل حاجة يعني انا لو مش مراعي ان انا عندي الانترنل اللي صغيره فعليت السويتشن كويس جدا عشان الريبلت بقى قليلة جدا فالطيار يبقى اعتبر فولي كونتينيوس فوارد بقى اشوف كل حاجة بقى لو انا مش مراعي اشوف كله بقى اشوف الكنتينيوس لو يعني عشوائيا كده حطيت swing frequency فظابت الدنيا فا اشوف الكنتينيوس حطيت حاجة قليلة فا اشوف خريتكا ليكنتينيوس حطيت حاجة واقعة خالص تردد واقعة خالص فتشوف discontinuous على اعتبار ان ال L الانترنالي زي ما بقولك ايه الانترنال جوال ماشين انت مش تحكم فيها مش تقدر تعمل لها حاجة فانت انت لو مش مزبط بقى الدنيا برا مش مزبط تشغيل الدايرة بتاعتك وارد بقى تشوف كل الانواع وده اللي احنا هندرسه اه احنا بندرس عشان انت بعد كده تبقى فاهم فما تيجي الديزاين او تيجي تشتغل تبقى تشتغل ايه من اول صح وتزبط الدنيا صح وتشوف ايه وتشوف كل حاجة صح خلاص يبقى احنا الفيديو بتاعنا النهاردة تكلمنا فيه عن يعني ايه فورك وادرنت وجات منين والماشينز وقلنا الريكتفاير بالنسبة لنا كفورك وادرنت كانت عاملة ازاي وممكن انت بالليتشوبرز عاملة ازاي ان انا في الريكتفاير ما اقدرش عكس كارنت لكن بعكس جهد لكن في الليتشوبرز عكس دايما الجهد الخارج البلارتي بتاعته سابتة ما بتتغيرش الطيار ممكن اللي اعكس اتجاهه وبعد كده اتكلمنا عن تشغيل الدايرة الان والاوف وقلنا عندنا تلات حالات لو السويتش اون فخلاص فولت اللو ده هو فولت السابلاء لو السويتش اوف عندي حالتين لو الطيار كونتينيوس فساعتها على طول ايه شورت سيركت فايه فولت اللو زيرو لو الطيار دي سي كونتينيوس نسل للزيرو فانا ااخد ايه فولت البطارية بتاعتي وبعد كده قلنا اثبات فولت اللو د علاقة ايه فولت السابلاء عرفنا ان هي دوت سايكل دايما من سفر لواحد ودايما اقل من فولت الايه فولت السابلاء واخر حاجة قلنا ان احنا عندنا الطيارة ممكن يبقى بثلات حالات هنبدأ ندرسه ان شاء الله في الفيديوهات الجاية ممكن يكون كونتينيوس ممكن يكون وعناخد دول في فيديو وبعاكة هناخد الديس كونتينيوس في فيديو وفي الاخر انا اخد فيديو صغير عن نظري داي اعتبر بس من هنت فيه عن التو كوادرنت والفور كوادرنت ده عادي ده ليك يعني تقرأه وتفهمه وتسمعه لكن انت تركيزك الاساسي على الفوريستي كوادرنت وعلى المودز عشان دي اللي بتيجي في الامتحان الدكتور بيجيب لك مسألة بيجيب لك دايرة وبقول لك بقى هاتلي دا وهاتلي دا وهاتلي دا فده طبعا انت مهم بالنسبة لك ان انت تبقى فهمه ويعارف اتمنى الفيديو دايما يكونش طويل على الناس احنا حاولنا بقدر الامكان نبسط الفكرة وندي انترو للتشوبرز ان شاء الله الفيديو هناك جايين عيبقوا ايه فيهم المطلوب ويعيكون ان شاء الله على قدر المستوى من الشرح وكده اتمنى بس تستفادوا وتبعتوا الفيدباك على الفيديو عن طريق ان انتوا تعملوا كومنت تحت الوصف واي حد عنده اي سؤال او استفسار يبعتلي اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته